موسيقى الله سبحانه وتعالى قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها طب مذام ان نعد نعمة الله لا نحصيها شو المشكلة ان الانسان لظلوم كفار ظلوم ينشع عنها زي ما نشع في الولايات المتحدة من يملك ومن لا يملك من يظلم ومن يظلم التفاصيل الطويلة كفار يعني يهدر النعمة ولا يضعها في موضعها اللي قبل شوية قلنا ايش في صوت البلد في صوت البلد هلك تمالا لوبادا تمام؟ هدول التنتين ولذلك الاسلام بيعتبر انه المشكلة كيف بتنحل المشكلة الاجتماعية ومنها الاقتصادية بدخل بدخل في الانسان من جوة بغاير من جوة خلاص انحلت المشاكل الاتحاد السوفيتي الشيوعية عرضت حل سبعين سنة وانهارت الدول الرأسمالية بقوا وناس بظنوا انه بتطول كثير هي ليش بتطولت اكثر من الشيوعية؟ لانها عندها قدرة على الاستفادة من الاخطاء والتلون مع الظروف لذلك يا ما استدركوا على القاعدة الرأسمالية يا ما استدركوا على القاعدة الرأسمالية بشانظرهم موجودين عندهم قدرة بس في النهاية لما بيكبر البناء وبكون اساس غلط فيما يلان بس نص درجة كل ما طلعوا لفوق بصير اهتمال انهياره اكبر الان والحريات هاي ما هو كل القصة يحسبوا ان لا يقدر عليها احد هو بده ايش؟ ينطلق بشهواته كيف بتعامل مع الناس كيف بتعامل بامواله تفاصيل كلها بدون قيود وصبق كنا عم نفصل اذا في عنا اصحاب الميمنة تصاحبهم الميمنة دنيويا واخرويا هذول اللي بدهم ينجدوا يعني يفلحوا دنيويا واخرويا هذول اصحاب الميمنة وهناك خلينا ننهي بسرعة مشان نرجع والذين كفروا باختصار والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الماشا هذول اللي بصاحبهم الشؤم دنيويا واخرويا عليهم نارهم مؤصدة طب ليش نار مغلق عليهم مؤصدة او موصدة طبعا القراءتين ماشي موصدة ومؤصدة ها سكرة ومغلقة عليهم اغلاق محكم لانه هو اصلا الكلام الكلام في البداية صورة البلد عن ايش هو الكلام عن ان لا يقدر عليه احد يعني ما فيش تضييق بقدر حريات بدون ضوابط لذلك اجت الخاتم ايش مناسبة للموضوع لان هناك هون في الدنيا شو بدهوه بدون طلاق وتصرف بدون قيود وبدون حسيب بدون رقيب بدون قيود بدون حسيب بدون رقيب بشيك بشي هذي خلاصة الكلام هون ها لكن نهايته نهايته شؤم دنيويان واخرويان في الاخرة حتى الحرية اللي طلبها حتى الحرية اللي طلبها وكان في الدنيا مش مستعد يتقيد بقيم ومبادئ والتفاصيل هاي كلها ها ومش مستعد يصعد نجود وانما هو دائما من اصحاب الاغوار ها اللي هو يعني المعاصي والتدلي عليهم نار مؤسدة لانه اصلا كل القسط هو انه بدوش حدا يضيق عليه احسبوا ان لا يقدر هو ما بدو احد يضيق عليه ما بدو قيود لذلك هم اصلا كثير من الناس اللي بيعادوا الدين هم ليش بيعادوا تعرفوا لو فكرة وجود الخالق بس انه موجوده خلاص وما بيدخلش في شؤوننا ولا بيقيدنا ولا بيضعنا قوانين ما فيش حدا مش مؤمن كل الناس مؤمنين لانه بدهيات اصلا وجود الخالق بس ليش بتلاقيهم بلفوا بدوروا وكان كلك اثبت ما تثبتش ولا عمرو بقول لي اثبت انه السيارة وراها صانع ولا الفيلة وراها مهندس ولا القصيدة وراها شاعر عمرو ما بيقول لي اثبت بس في الخلق المبدع بتقول لي اثبت ها هالي مش قضية تعقلها هاي قضية انه بيعرف الدين خصوصا للإسلامي خصوصا للإسلامي بيعرف انه هو الدين ممارسة الايمان اعتقاد وعمل فيش اشي اسم اعتقاد لحاله لو كان الدين مجرد افكار وفلسفة كان الناس ما بتعادي لا لانه سلوك وقيود وحريتك من هون وحريتك من هون وهاي وهون بشان ينظم بشان الناس هذا بده يفلت من كل شي لذلك عليهم نارو مؤصدة اولا هو مصاحب للشؤم والشؤم مصاحب إله اصحاب 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 الشؤم هدول هدول في الدنيا والاخرة واذاك دايما بتلاحظوا شو اخرتهم خصوصا نتكلم عن مجتمعات مش افراد مجتمعات مش افراد دنيا واخرة الشؤم يصاحبهم دايما والمفاجآت دايما تستقبلهم ها مفاجآ شوفوا النظام الاقتصادي الغربي والمشاكل اللي بعانيها واللي قاعدين بشبصو تشبيص وهم عارفين انه في النهاية الثنامي الاقتصادي قادم ليش لانهم الجماعة يحسبوا ان لا يقدر عليه احد هو بحسب انه مفتوح له شو بده بتصرف فيش قيود نهايته عليهم نار مؤصدة اذا بدنا نقيم مجتمع بلد حقيقي زي البلد اللي اقامه من اول يوم ابونا ادم في مكة هذا البلد من اول يوم في رسالة من اول يوم في مبدأ حتى يكون في بلد حقيقي بلد حقيقي بلد يعمل المفاجآت بلد تصاحب اليمن دنيا واخرى اولا لازم نعلم ابنائنا انه هذه الحياة اهم قانون فيها قانون الكدح كدح يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي هو قانون الكدح لازم يكون مربى على قانون الكدح وهذا اللي بيأدي الى انه نحترم كل واحد فينا يجهد الآخر فيش اعتداء على الجهود وما بيعمدين في الشأس في الشأس ومش والله ليش انا ومش فلان هو بيملك وانا بيملك شو كدح قانون كدح بداك تقدح والغني بيقدح بطريقة وانت بتقدح بطريقة والتفاصيل طب قانون الكدح هذا حتى يكون فعال وحقيقي لازم يقابله لازم يقابله في المقابل ما فيش قانون ما فيش اهدار في وضع النعمة في موضعها ما ملاحظين في استثناء في استثناء بين هالمترفين كيف بتعاملوا مع الجهود هذا المال بين ايدهم جهود مين هذا هذا المال بين ايدهم جهود مين ما هو جهود الفقرة والملايين هاي تصوروا كيف بتعاملوا معها كيف بتعاملوا معها طيب لاحظوا الآن إذن الحل في الإنسان إنسان مؤمن له مؤمن مجتمع متواصي مجتمع يعني مؤمن متواصي وبالذات بالصبر والمرحمة مجتمع يقدر قانون الكدح مجتمع يمنع الإهداء وقتها بيكون هذا هو البلد طبعا لاحظوا فكرة الإيمانية اثنين لاحظوها مجتمع متواصي بالصبر والرحمة ثلاث مجتمع بيؤمن بقانون الكد والكدح وبالتالي في احترام لجهدك وكدحك أربعة مجتمع يمنع في المقابل أي نوع من الإهداء إذن هو يقيد حتى الاستهلاك وبربي الناس تربية سوية في هذا الباب هون بنشع عندي أنا المجتمع اللي هو يستحق أن يسمى البلد تماما زي ما أبونا آدم فعل من أول يوم وما كانش عنده مقدرات مادية وتفاصيل إذن القضية مش قضية شوفي عندي مقدرات وقدش أنا بعلم وقدش عندي تكنولوجيا وانتون تشوفوا بلاد قاعدة بتنهار وعندها كل هذا الكلام إي شو القصة طيب القصة الإنسان فكرة إيمانية مجتمع متواصي بالصبر والرحمة انتبهوا الآن المسألة متواصي بالصبر والرحمة مجتمع يؤمن بقانون مهم جدا قانون الكدح ثم يمنع الإهداء خلاصنا هاي أسس أربعة بيقوم عليها البلد هذا هو البلد وين الخطورة في المجتمعات الغربية اليوم أولا أضعف عند الإنسان مسألة الرقابة الإلهية اللي هنا بعمل الإيمان ما عادش فيه تسلط على الضمير ثنين فيش رقابة أخروية رقابة مجتمع وشرطة ثم مجتمعات بتهدر وهي أصلا ليش مستمرة؟ لأنها بتقدر قانون الكدح ليش مستمرة؟ بتقدر قانون الكدح وفيها شوية مرحمة وفيها مصابرة لكن فيها إيش؟ لكن مقتلها في الشرقابة على الضمير فيه إهدار وهم على فكرة شوية شوية بيبدوا يفقدوا أناصر القوة اللي كانت موجودة فيهم أصلا آباءهم غير آباءهم كانوا أصحاب مبادئ وبنوا وهدول الساعة بتمتعوا بما بالدفع الأولى من صنع الآباء وتأسيس الآباء الأولين تبات كيف؟ أكثر ما كان يميزي الغربيين الكدح واحترام قانون الكدح بشيك؟ لكن فيما بعد لما دخلت عليهم لحظة ضعف الإيمان والتسلط الرقابة على الضمير بشيك؟ والحريات اللي هي يحسبوا أن لا يقدر عليه أحد والإهدار خلصنا أثر هذا على والد وما ولد وقضية التكاثر وقانون التكاثر ترجمة نانسي قنقر